السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتق اليوم في فيديو جديد عن اهم ملامح الريف المصري هذه عربية كاررو بعجلتين كاوتش يجرها الحمار هذه مصورة مياه راي طبعا هذه طرعة المياه او المياه العزبة التي يتم راي الارض بها هذه ما يطلق عليها التركيبة مكينة الري تقف هنا هنا وتنقل المياه للتركيبة التي تنقلها بدورها الى الحقل الحصان تم ربطه في مصورة مياه الجوفية هذه مصورة مياه جوفية قام المزارعون بدقيها للحصول على المياه الجوفية في وقت عدم توفر مياه الري من التركيبة وهذه مكينة الري كما نشاهد وهذه المصورة التي تنقل مياه الري وهذه التركيبة تحركها الري كما نشاهد نشاهد الري كما نشاهد تحركها الري كما نشاهد تحركها الري كما نشاهد لا أعلم عما يبحث لكنه يلهو يلعب بهذا الشكل الري كما نشاهد أمدا بعض المزارعون يقومون بجمع مخلفاتة الزرعي القش الزرع الشميع مرة أخرى هذه مكينة الري وهي مكينة ذاتية الحركة هذه طولمبة رفع المياه وهذا هو المطور الذي يقوم أو المكينة التي تقوم بتشغيل طولمبة الري يبقى أي مكينة الري مكونة من جزئين هذا الجزء هي المكينة التي تدار بالوقود لكي تعمل على تشغيل طولمبة رفع المياه هذه هي طولمبة رفع المياه التي تنقل المياه بدورها إلى الحقل مرة أخرى هذا الكلب الذي يلعب ويلهو بهذه الشقاوة اليوم 24 سبتمبر 2020 كما شاهدنا معظم المحاصيل الصيفية تم حصدها هنا أحد المزارعون قام بزراعة الفول البلدي والفول البلدي كما نشاهد هو محصول بقولي المجموع الجزري واتدي مجموع الجزري للفول واتدي يحمل عقد بكتيرية طبعا لم يمر على زراعة هذا النبات إلا أياما معدودات أياما معدودات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نستقبل المحاصيل الشتوية اليوم 24 سبتمبر 2020 هذا هو من أشهر محاصيل العلف الشتوية هو البرسيم المصري والبرسيم المصري هو يتبع العائلة الوقولية المجموع الجزري واتدي طبعا عندنا من أصناف البرسيم في مسقاوي البرسيم المصري أنواعه مسقاوي وخضراوي هذه أنواع البرسيم المصري وكما نشاهد هذا هو المجموع الجزري المجموع الجزري واتدي عليه عقد بكتيرية البرسيم محصول بقول يثبت الأزوت الجوي في التربة هذه البادرات طبعا البرسيم من أشهر محاصيل العلف الشتوية في مصر وبفضل الله البرسيم المصري يعطي من أربع إلى خمس حشات وهناك البرسيم الفحل يعطي حشة واحدة هو يسمى كذلك لأنه يعطي محصول كبير ولكنه يعطي محصول كبير مرة واحدة هذا هو حقل البرسيم وكما ذكرنا هذه الطيور أبي كردان صديقة الفلاح وكما ذكرت من قبل هذه الطيور يأتي معها الخير دائما سكان المزارع يقوم برأي الأرض تتواجد سكان المزارع يقوم بحصاد المحصول تتواجد فحسب مشاهداتي وقراءاتي هذا الطائر يظهر دائما بالخير ومع الخير وهو دائما يفيد الأرض ويؤتي لها بالخير حيث يتغذى على الديدان مرة أخرى هذه نباتات البرسيم وهذا هو المجموع الجزري الخاص به هو مجموع جزري واتتي وهذه هي بادرات البرسيم التي تتغذى عليها الحيوانات المنزلية حيوانات المزارعية إن كان أبقار أو جموس أو حمير أو خير لجميع الحيوانات المزارعية هذا المنظر الرائع حقل البرسيم طيور أبي قرداني هنا وهناك اليوم المزارع يقوم برأي الأرض هذي عن البرسيم أما هذيه فهو نبات الفول البلدي أو نبادرات الفول البلدي طبعا الفول البلدي يتبع العائلة البقولية كذلك المجموع الجزري واتدي يثبت الأزوت الجوي إذن هو يفيد الأرض الزراعية أصلاً فول البلدي يزرع على خطوط وأنا أود هنا أن أؤكد أن الأرض إن كانت تزرع فول لأول مرة فيجب أن تخلط البزور بعقد بكتيرية تنشط عملية تزويت الأزوت الجوي في التربة وتزيد المحصول بإذن الله يعني تخلط البزور بالعقدين أو بكتيريا العقد الجزرية عنها هذه الجولة بين المحاصيل الشتوية الفول البلدي ومحصول البرسيم من أشهر محاصيل العلف في مصر هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة وإن أعجبكم الفيديو أرجع الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر